صباح الخير من أهم الحاجات عند البنات وعند الولاد وعند الطلاب أن يكون معيهم دايماً شنطة لكن يعني إيه كلمة شنطة وإيطار أصل الكلمة دي أصلاً كان إيه ده اللي هنعرفه مع بعض النهار بحط هدوم لو أنا مسافر يعني على حسب لو معي شنطة بحط فيها لاب بحط فيها حاجات الخاصة عشان بيروح بكل هي حاجات زي كده تليفوني بحط فيها حاجات التنقل هي الكلمة حاجة بتجمع فيها يعني دلوقت فاضي يا مشكور ربنا في الدولاب لأ لها كذا لغة فيها أسام كتيرة تنفع للشنطة يعني حقيبة حقيبة هي اللي بالعرف حاجة بنشيل فيها أدواتنا مصرية باللغة عامة مجمعة يعني لها لغة عربية تقريباً ابتية أتأكيد عارفة يعني لأ ما عرفش دي فرنسي مثلا؟ لو معزاكت ابتية شنطة شنطة لأ دي بقى يعني إيه معانيتها الشنطة يعني حاجة بنشيل فيها الحاجة بتاعتنا الشنطة بنحط فيها حاجتنا كلها أتأكيد عارفة يعني يعني ممكن أخمن مثلا أنها تكون أصلها لغة ابتية ممكن تكون تركيا أو فارسيا لغة عربية بحس أن احنا بناخد شوية من الحبشية شوية من السوريانية أكتر حاجة بنستخدمها بمعنى صحي